السلام عليكم في فيديو اليوم حبيت اغير شوي بالقناة واجي بفكرة ما عملتها قبل وهي توف 5 عن اكثر خمس مناطق افتقدناهم في لعبة فورتنايت فقابدت المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك وبرجع بحكي اهمشي اللايك والاشتراك تفعيل الجرس نبهت تعجبك محتواي انستجرام وتويتش تحت بروصف اتمنىك تروح تتبعني هناك وبستستمتع في المركز الخامس مدينة شفتي شافت صراحة اتحيارت بينها هي ودستي ديفوت من احطها في المركز الخامس ومن احطها في المركز الرابع سبب اختيارة الي انا فزحتها الواتس اوب وبعثت الاصحابي اللي كان يلعب معاي زمان وقلت لهم ايش هي اكثر مدينة افتقدتوها وغلبهم كتبولي شفتي شافت فاضطررت ان احطها معانا في المركز الخامس بهذا الفيديو وهي المدينة صراحة انا كنت كثير زمان انزل عليه خصصا انا وصحابي فعشان هيك اتوقع انهم اختروها بهذا الفيديو بالمركز الرابع معنا منطقة دستي ديفوت طبعا هي منطقة كان اسمها زمان دستي ديفوت قبل ما تصير فيها التدمير اللي صار بالسيزون الرابع وبعد ما اتدمرت المنطقة وصارت هيك حفرة صار اسم منطقة دستي ديفوت طبعا هالمنطقة جت فعلا اسطوري ويعرف انه كان زماني الكل بنزل عليها خصصا بالسيزون الرابع لانه كمان كان فيها هاي الشعال اللي كنا نستخدمها واتطير فيها فعشان هيك كانت المنطقة كثير الناس ينزلوا عليها وللأسف بعد ما راحت جد في كثير الناس افتقدتها فعلا نجاها تصويت كثير حلو انها تكون بالمركز الرابع مدينة ليزي لينكس مدينة صراحة كثير اسطورية نزلت معنا بالسيزون الخامس واستمرت للسادس والسابع وللأسف راحت على السيزون الثامن وبعد ما راحت كثير الناس افتقدتها لانه كانت الناس تنزل عليها في شكل مش طبيعي خصوصا للي كان حاب يجيب كلات زي المعارقين اللي كان يلعبوه هذيك الأيام كان الكل داما يحب ينزل على مدينة ليزي لينكس عسا يجيب فيها كلات للأسف بعد ما راحت كثير الناس افتقدتها للمدينة هاي وبس نروح للمركز الثاني في المركز الثاني مدينة موستي ماير اتوقع لأغلب افتقدها وخصوصا اللي كان يلعب فورتنايت من زمان للأسف اختفت من اللعبة من فترة جدا طويلة والكل كان يحبها بسبب الوارد اللي فيها والشجرة اللي عندها ثلاث كنوز اتوقع انه صراحة ما حت كان يلعب زمان وبينسى الشجرة اللي كان عندها ثلاث كنوز وبذكر زمان حتى أيام ما غيروا نظام البناء على الكنترولر كنت كثير انزل عليها واجمع خشب واتعلم كيف ابني المدينة بعد ما راحت صراحة كثير اثرت علينا واثرت كثير على شكل الخريطة حتى فجد اتوقع انه الأغلب حاب منها ترجع المدينة لللعب مرة ثانية وزي ما كانت زمان للأسف المدينة في المركز الاول وهي اكثر مدينة باتفق الجميع انه افتقدناها واتوقع انه الأغلب لحاجها وهي مدينة تلتد تاورز الاخوان هال المدينة ما سألوها من اللعب بشكل عالي زيها زي اي مدينة لا كسروا فيها اول شي بيت وظلهم يكسروا فيه كل مرة يحطوه بشكل ثاني في اللعب لحد ما جابوا حتى المكعب وطلع على هذا البيت وبعدها صار حدث ونزلت متفجرات على تلتل تاورز وفجراتها كاملة وبعد فترة غيروها لشكل ثاني وشكل ثالث حتى بالسيزن التاسع وبعدها اجوا عملو لنا اياها بشكل انه متقدرش تبني في المنطقة وصار بطل حد ينزل عليها وكروا هنا في المنطقة شوي شوي لحد ما حذفوها كامل من اللعب وبطل فيه شي اسمه جلتد في لعبة فورتنايت بس شباب هاي هي قامة التوب فايف لأكثر خمس مناطق احنا افتقدناوهم اتوقع انه الكل او الاغلب يعني باتفق على هاي القائمة بس فيه كمان منطقتين انا صراحة بالنسبة لي كثير مفتقدون ما حطيتهم في القائمة لانه اتوقع انه مو الكل باتفق عليها مثلا هاي المنطقة اللي جنب ويلنغ وود ما كان لها اسم وكمان منطقة لوني لوني فبس شباب لو هنا صدحت مقطعنا لليوم اتمنى انه المقطع عجبكم لا تنسى اللايك والاشتراك تفعيل درسة نبهات اذا عجبك محتوي زي ما قلنا حساباتي تحت بالوصف اتمنى انك تروح تتبعني هناك واتمنى اذا عجبك الفيديو ولو شي بسيط او اذا بتعرف حدا بحب هاي النوعية من الفيديوهات فيه كمان انا عندي فيديوهات غير طبعا في القناة فاتمنى انك ترسل له رابط الفيديو تخلي يشترك في القناة ويحط لايك عشان نوصل لعلى عدد مشتركين باسرع وقت وكمان اللايك كثير بيفيدني وبيفيد القناة وبيفيد الفيديو على انه ينتشر اكثر واكثر فبس شباب مع السلامة اشتركوا في القناة